مشاهدين الكرام مرة أخرى من مشروع مستقبل مصر ذلك المشروع الذي يهدف لتحقيق الأمن الغذائي المصري بالإضافة لتوفير الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية الأساسية للمواطنين هذا هو الدور الرئيسي الذي تعكف عليه الدولة المصرية وتسعى لتحقيقه وفي القلب منها بالتأكيد وزارة الزراعة وسط صلاح الأراضي يسعدنا أن ينضم معنا على الهواء مباشرة معالي الوزير السيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية أهلا بك معالي الوزير معالي الوزير نحن الآن بصدد وكما أعطى السيد الرئيس منذ قليل إشارة الابتتاح الرسمي لهذا المشروع كيف يساعد مشروع مستقبل مصر في تحقيق التنمية للإنتاج الزراعي المصر بسم الله الرحمن الرحيم طبعا احنا هنشره في اليوم بافتتاح فخامة الرئيس لهذا المشروع الكبير مشروع مستقبل مصر يعتبر باكورة مشروع الدلتة العملاق مسألة استصلاح الصحراء وإضافة أراضي للأراضي الزراعية ده مسألة ليست باليسيرة هذه المشروعات يمكن فخامة السيد الرئيس من خلال السبع سنين اللي فاتت يمكن شفنا التوجه نحو المشروعات القومية ومشروعات الاستصلاحي لإضافة الأرض الزراعية ده مشروع كبير جدا الهدف من هذه المشروعات أنها مشروعات بتستخدم نظم حديثة بتستخدم زراعات زكية بتستخدم ابتقار زراعي بتستخدم ما يكن على نطق واسع بتزرع محاصيل استراتيجية تقلل من الفجوة وتقلل من فجوة الاستراد وتدعم مفهوم الأمن الغذائي ومسألة الاكتفاء الزاتي ده كلها محاور كبيرة على طريق الأمن الغذائي يمكن حضراتكم شايفين ما يمر بالعالم من أزمة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية ودي أزمة اقتصادية تعتبر من أسوأ الأزمات الاقتصادية اللي بيواجهها العالم الحمد لله الدولة المصرية قادرة على توفير السرع والخدمات لمواطنيها وبصفة خاصة في ضوء مشروعات توسط الأفق يمكن لو ربطنا بين هذا المشروع والظروف التغيرات المناخية ومسألة العالم كله بيأن من التدهور وتحييد الأراضي والجفاف والعالم كله بيفقد كل عام ملايين الهكترات من الأرض الزراعية اللي بتؤدي إلى خسار في الناتج الإجمالي العالمي وبتؤدي إلى فقد كثير من الوظائف وبيعمق من هذا المشروع وجود الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها لكن على العكس بقى الدولة المصرية بتبزل يعني كل ما في وسعها بهدف إضافة أرض الزراعية عشان توفر أمن الغذائي هذا المشروع الحمد لله بيستهدف المرحلة يعني بصفة عام حوالي الدلتا كلها بصفة عام حوالي 2.8 مليون فدان بنستهدف زراعة أرض الزراعية حوالي مليون أو مليون ومئة ألف فدان المشروع ده المرحلة اللي احنا فيها اللي هيفتتحها في خامة سيد الرئيس اليوم حوالي 350 ألف فدان دي إضافة للأرض الزراعية التي تعمل بالفعل يمكن زي ما تحضرك شايف كلها محاصيلة استراتيجية أمح وبنجر سكر وفلسوية وفاصولية وخضروات وبصل وخلافه ودي كلها منتجات استراتيجية بتدعم مفهوم الأمن الغذائي وبتزيد من قدرة الدولة على أيضا توفير احتياجات المواطن وفي نفس الوقت الفائد بيوجه للتصدير وبندعم منظومة التصدير وتنافسية الصدرات الزراعية وده بيدعم رصيد مصر من العملات الأجنبية معالي الوزير يعني كما تحدثت نحن نتحدث عن مرحلة ثانية لهذا المشروع مشروع مستقبل مصر تقدر بحوالي 350 ألف فدان فضلا عن المرحلة الأولى لهذا المشروع التي تقدر تقريبا ب500 ألف فدان في اليوم يتفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعطي شارة البدء لحصاد موسم القمح موسم 2021-2022 بإجمال أراضي منزرعة تقدر ب40 ألف فدان مقارنة بالموسم الماضي 17 ألف فدان وأيضا منذ أيام كنا في تشكا نجني حصاد هذا المشروع وثمار مشروع تشكا الخير تحدثنا عن 217 ألف فدان كيف تساهم هذه المساحات المنزرعة بالقمح تحديدا في تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل منطقة مليئة بالتحديات وأيضا الأزمة الروسية الأوكرانية الحمد لله إحنا يمكن إجمالي مساحة الأمح المنزرعة هذا العام حوالي 3.6 مليون فدان نتيجة برضو تحسن موقف التقاوي وزيادة إنتاجية الفدان نحن نعتبر من أعلى الدول في العالم في إنتاجية وحدة المساحة للفدان من الأمح يمكن الإنتاج المتوقع الحمد لله حوالي 10 مليون طن بنستهدف أن نستلم في الجهات المساوقة التابعة لوزارة التموين حوالي 5.5 مليون طن هذه المساحات اللي في تشكا الخير وفي مستقبل مصر والمشروعات الأخرى اللي أضيفت سواء في شرق العوينات وخلافه قدت إلى زيادة الطاقة وسعاء ومساحة الأرض المنزرة على المحي إن شاء الله حتى الآن استلمنا حوالي 2.5 مليون طن ونأمل إن شاء الله أن نحن نحقق المستهدف كل هذه المشروعات بتؤدي مجتمعات تنموية تشغيل عمالة أنشطة مرتبطة تصنيع زراعي وإنتاج حيواني ومحطات غربالة وتعبئة ومحطات تصدير ومجتمعات بتؤدي برضو إلى يعني جذب التكدس السكاني الموجود في الدلتا تخيل أنت بتكلم على مشروع يعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة فلك أنت تخيل هذا الحجم لهذا المشروع وحجم الإمكانيات اللي فيه وحجم التكاليف الإسمرية اللي بتنفق عليه وحجم البنية التحتية المرتبطة به ده جهد خارج بنتحدث هنا عن 6 ملايين فدان تقريبا في الدلتا القديمة الدلتا كلها الأراضي القديمة حوالي 6 مليون فدان لو خدنا الدلتا بس بعيدا عن الصعيد حوالي 3.5 أو 3.6 وبالتالي لما تيجي تقارم يعني مشروع بـ 2.2 مليون فدان هيستصلح منه ويزرع حوالي مليون أو مليون وخمسين ألف فدان يعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة فأعتقد أن ده جهد كبير للدولة المصرية على سبيل منظومة الأمن الغذائي الوزير سريعا يعني دائما الرئيس عبدالفتاح سيسي يتحدث عن شراكة حقيقية مع القطاع الخاص كيف تساهم مثل هذه المشروعات العملاقة في تعزيز هذا المفهوم وفتح أفاق شراكة جديدة مع القطاع الخاص يمكن زي ما أنت شايف كده هذا المشروع نموذ الجد للتعاون مع القطاع الخاص يمكن أكبر المستثمرين ويمكن النهاردة هتشوفوا مجموعة كبيرة من المستثمرين اللي بتعمل مع مشروع مستقبل مصر هذا المشروع بيمثل شراكة حقيقية في كل مراحل الإنتاج في الاستزراع والاستصلاح والإنتاج والتعبئة وإقامة عمليات التصنيع وفي المراحل اللي يفتحها فخامة الرئيس اليوم أعتقد أن فيه توجه كبير للدولة المصرية نحو تدعيم شراكة القطاع الخاص معالي الوزير السيدة السيدة القصير ووزير الزراعة بنشكر حياك فانم على هذا اللقاء شكرا للمشاهدة